مرحب بكل طلبنا وطالباتنا طلاب الصف الثالث الدبلوم الفني الزراعي وحلقة جديدة من الأوائل ودرس جديد من دروس مادة الزراع المحمية وبنسعد دائما أن يكون معنا أستاذنا الكريم الأستاذ محمد أحمد متولي المعلم الشبير بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برحب بحضرتك معنا يا أهلاً وسهلاً بحضرتك وأهلاً بكل أولادنا وربنا ندعاء لهم دائماً بالتوفيق والنجاح إن شاء الله يا رب ودروسهم من الدروس الممتعة والشيقة اللي بيتابعها مش بس طلبنا وطالباتنا في الدبلوم الفني والزراعي ولكن أيضاً المواطنين بواجه عام لأن فيها معلومات شيقة وممتعة جداً وإفادة للجميع حلقتنا العرض إن شاء الله بنستكمل فيها موضوعاتنا عن زراعة محصول الخيار وسبق وعرضنا لبعض المعلومات عنه وحنستكمل في حلقتنا النهاردة إن شاء الله هذا الموضوع إن شاء الله بالنسبة لمحصول الخيار بيعتبر من أهم محاصيل الخضر ولأنه هو محصول من المحاصيل المحببة واستهلاكها بيتم طوال العام فبيتم الزراعة بهذا المحصول بطرق مختلفة ممكن يتم الزراعة في الحقل المكشوف في درجات الحرارة المناسبة لنمو النبات وفي حالة عدم توفر هذه الدرجات بيتم زراعة هذا النبات بنظام الزراعة المحمية اللي احنا فصدد الحديث عنه النبات محصول الخيار من أحد محاصيل الخضر الصيفية بيحتاج لدرجة حرارة مرتفعة ولكن احنا بنحتاج إن احنا نزرع هذا المحصول طول العام وبالتالي بيتم زراعته في فترة معينة بنظام الزراعة المحمية سواء تحت الصوب أو تحت الأنفاء هنا عشان نفرق ما بين نقطتين ويمكن نحنا سابق في الحلقة اللي فاتت تكلمني فيهم لما نتكلم على الحقل المكشوف ونتكلم عن الزراعة المحمية الزراعة المحمية فيه جزء معين من الأجزاء إننا بفرق ما بين الأصناف التي تصلح للزراعة المحمية والأصناف التي تصلح بنظام الزراعة العادي الصنف اللي بيصلح للزراعة المحمية لأنه هو صنف عالي التكلفة لأن القيمة الشرائية بتاعت بزور هذه الأصناف غالية وكمان تكلفة إنشاء البيت المحمي ورعاية النبات داخل الصوب وتحت الأنفاء تكلفة مرتفعة وبالتالي بتتميز هذه الأصناف بارتفاع كمية المحصول بتاعها ولها طريقة معينة من طرق التربية أو طريقة من طرق التربية داخل البيت المحمي ده ونشوف دي من ضمن المحاول اللي هنتكلم عليها إن شاء الله فهنا عايزين نوضح إيه الفرق ما بين أصناف الزراعة العادية وإيه الفرق ما بين مواصفات الزراعة بأصناف الزراعة والأنفاء نشوف أول حاجة ما هي الأهم من الأصناف التي تصلح للزراعة تحت الأنفاء أول صفة من الصفات أن هذه الأصناف تكون ذات عقد بكري وكلمة عقد بكري معناها إيه؟ بعد شواء صغيرة كده حنتعرض لإيه هي أنواع الأظهار اللي موجودة في نبات الخيار فبلاقي نبات الخيار بصفة عامة فيه ثلاث أنواع من الأظهار فيه أظهار مذكرة وهذه اللي تنتج محصول وفيه أظهار خنثة وهذه اللي تنتج محصول أما الأظهار التي يحدث لها عملية العقد البكري وتكوين المحصول بتسمى الأظهار المؤنسة وبالتالي أنا يهمني هنا أن النبات اللي عندي يكون له مقدرة على حدوث ما يسمى بالعقد البكري معناها أن الظهرة المؤنسة تتحول إلى ثمرة دون لجوء لعملية التلقيح والإخصاب الطبيعي يبقى هنا بنوضح أن أول صفة من الصفات التي تصلح لخيار الأنفاء أن تكون الأصناف ذات هجن ذات عقد بكري الحاجة الثانية المقدرة على أن هذا الصنف يتم العقد له تحت ظروف الجو البارد طيب إحنا هنا بنوضح معلومة أن النبات اللي عندي كان مزروع تحت الصوبة أو تحت النفاء إيه اللي بيحصل في حكاية الجو البارد؟ مهما يتصل التحكم في درجة الحرارة داخل الصوبة وداخل النفاء درجة الحرارة اللي موجودة في المناخ الخارجي أنا بحتاج أن أنا أتعامل مع النبات داخل الصوبة أو أتعامل مع النبات داخل النفاء فبيتم فتح الأنفاء وبيتم فتح الصوب لدخول العمال وخروجها فهنا يجب علي أيضا أن الصنف اللي عندي يكون له مقدرة على العقد في ظروف الجو البارد ده مش كده وبس ده لازم يكون في عندي شرط مهم جدا من ضمن الاشتراطات أن يكون الصنف ذو محصول مرتفع هنا سؤال ليه أنا أدور أن العقد الاقتصادي أو كمية المحصول الناتجة من الأصناف التي تصلح للزراعة داخل الصوبة وتحت الأنفاء أن تكون أصناف ذات محصول مرتفع وذات جودة عالية لتعويض الجهد والتكاليف والتيالي يعني مجهود وتكلفة عالية علشان نصل لمحصول من خلال الصوبة أو النفاء بالفعل ده فعلا أنا أدور أن العقد الاقتصادي أو كمية المحصول تكون مرتفعة والثمار تكون جودتها عالية لأن إحنا وضحنا قبل كده ودايما بنحط الكلام ده تحت عينينا أن إنتاج المحاصيل بنظام الزراعة المحمية من نظم الزراعة الكسيفة رأس المال يعني بتحتاج إلى رأس مال مرتفع وبالتالي أنا محتاج أن أعود رأس المال دوت بكمية من المحصول يتم تسويقها وإن هي تعود عليها بعهد اقتصادي عالي حتى يتم الاقبال والاستمرار في هذا النمط من أمنات إزرع يبقى وضحنا أن الأصناف التي تصلح تحت الأنفاء ذات عقد بكري المحصول بتاها هيكون مرتفع لها المقدرة على العقد في ظروف الجو البارد والثمار ذات جودة عالية وأهم حاجة أن تتحمل هذه الأمراض الإصابة بالآفات والأمراض المختلفة ليه الإصابة بالأمراض؟ ويقول أن الصنف اللي عندي اللي موجود داخل تحت النفأ أو داخل الصوبة بيتحمل الإصابة بالأمراض والآفات عندي دايما البيت المحمي بيتميز بارتفاع نسبة الرطوبة الجوية في مناخ نمو النبات وبالتالي ارتفاع هذه الرطوبة بيكون سبب من أسباب انتشار الإصابة بالأمراض الفطرية وأنا هنا بقول أن كلما يكون الصنف اللي عندي مقاوم للإصابة بالأمراض والآفات بيغنيني عن استخدام المبيدات الحشرية والمبيدات المستخدمة في مكافحة الأمراض مما يؤدي في النهاية إلى إنتاج صنف صحي لحياة الإنسان يبقى هنا بنميزنا بين الأصناف التي تصلح بنظام الزراعة العادية والأصناف التي تصلح بنظام الزراعة تحت نظام الأنفاء أن الصنف الذي يزرع داخل الأنفاء بيكون ذات عقد بكر جيد له المقدرة على العقد في ظروف الجو البارد محصول ومرتفع السمار جودتها عليها وأيضا تتحمل هذه السمار مكافحة أو تتحمل هذه الأصناف الأمراض والآفات هل الكلام ده بينطبق على الأصناف التي تصلح للزراعة تحت الصوب ولا لا بالفعل الأصناف التي تصلح للزراعة تحت الصوب بيكون فيها نفس المواصفات تتحمل الجو البارد وأيضا الاحتياجات الضوئية لها تكون منخفضة بالإضافة إلى مقاومة هذه الأصناف للأمراض والآفات وبنخص بالذكر بعض الأمراض خصوصا أمراض البياض الزغبي وأمراض البياض الدقيقي لأن هذا النوع أو هذه النوعية من الأمراض بيكثر نشاطها داخل البيت المحمي وداخل الصوبة عند ارتفاع درجة الحرارة وأيضا هناك مرض يسمى مرض التبركش ومرض الإسفرار وهذه من الأمراض الفيروسية التي يفضل أن تكون الأصناف التي تصلح للزراعة داخل الصوبة مكافحة لهذه النوعية من مساببيات المرضية يبقى بصفة عامة أن الأصناف التي تصلح للزراعة داخل الصوبة والأصناف التي تصلح للزراعة تحت الأنفاء لابد أن تتوفر فيها مجموعة من الصفات تختلف عن الأصناف التي تصلح في الحقل العادي بعد كده عندي الأصناف التي تصلح للزراعة تحت الصوبة وتحت الأنفاء فيها ميزة مهمة جداً عايزين نشوفها احنا وضحنا في بداية كلامنا أن النبات بيحمل ثلاث أنواع من الأزهار نوع مسؤول عن تكوين الثمار والجزء الاقتصادي ونوعيتين من الأزهار بيكون هذه النوعيات الناتج الاقتصادي أو لا تؤدي إلى تكوين الثمار وبالتالي لا تعتبر لها قيمة اقتصادية علي ولذلك بيبص هنا نلاقي أن نبات الخيار داخل الصوب بيحمل ثلاث أنواع من الأزهار الأزهار اللي بيكون لها مقدرة على العقد البكري هي الأزهار المؤنسة فقط وبيحمل النبات من 2 إلى 4 أزهار في قبط كل ورقة يعني كل ورقة من أوراق النبات بيحمل فيها النبات ثلاث أنواع من الأزهار وبتكون عندي الثمار بتاعة النبات الخيار اللي موجود داخل الصوب ثمار ملساء نشوف مع بعض شكل لظهرة نبات الخيار والنبات بيحمل زي ما قلنا بيحمل النبات الواحد في قبط الورقة من 2 إلى 4 أزهار نحط الحتة دي معلومة عشان لما نيجي نعمل عملية التربية داخل النبات أنا أقول تاني أن النبات بيحمل في قبط الورقة من 2 إلى 4 أزهار مؤنسة معناها أن عنده كل عقدة من عقد النبات بيممكن أن هو يكون من 2 إلى 4 ثمار هل أنا بنظام الزراعة المحمية بسيب النبات يكون الأربع ثمار أو الثلاث ثمار أو الثمرتين في قبط كل ورقة لما نيجي نتكلم على طريقة التربية هنعرف أن الكلام ده ما بيحصلش أنا بسيب ثمرة واحدة فقط في قبط كل ورقة من أوراق النبات طيب إحنا قلنا أن الأزهار اللي عندي 3 أنواع من الأزهار نشوف شكلهم مع بعض بلاقي الأزهار اللي عندي أدي نبات أدي أول نوع من الأزهار اللي بتسمى الأزهار المؤنسة وهذه النوع التاني الأزهار الخنسة والنوع التالت الأزهار المذكرة الأزهار المذكرة الصغيرة دي بتسقط فور تكوينها وليس لها مردود اقتصادي وليس لها عامل اقتصادي الزهرة الثانية الخنثة وإن عقدت فلا تستمر هذه الزهرة على النبات وفورا تسقط أما الأزهار التي تكون المحصول هي الأزهار المؤنسة الثلاث زهرات موجودين على نفس النبات يعني هي مش ثلاث أصناف مختلفة الصنف الواحد بيطلع لنا الثلاث أزهار اللي هي الخنثة والمذكرة والمؤنسة اللي بأكد عليه أن النبات الواحد بيحمل الثلاث أنواع من الأزهار ولكن في نوعية واحدة أنا كراجل مربي للنبات وكراجل فني في مجال الحصارات البستانية ممكن وأنا باجئ نفس العملات الفنية ألاقي كمية من الأزهار ساقطة على سطح الأرض فما تسببش بالنسبة لي مشكلة بمجرد ما أنا أمسك الزهرة وأمسكها في يدي هعرف هل هي زهرة خنثة بالفعل ولا الزهرة المؤنسة لأن الزهرة المؤنسة اللي بتحمل المخصول لا تسقط من على النبات وكمان في مرحلة التسويق من ضمن المواصفات الناس اللي بتعمل التسويق جيد بلاحظ أن الزهرة بتكون موجودة في طرف الثمرة بتفضل مع الثمرة حتى مرحلة الحصار لأن لما نيجي نوصل لمرحلة الجامعة هنعرف أننا ممكن يتم جمع مخصول الخيار في حالة الزراعة في الصوب يوما بعد يوم يعني لما يوصل لمرحلة الإثمار بيتم الجامعة المخصول يوم بعد يوم فبيتم من ضمن الصفات التسويقية أنه بيتم من تسويق ثمار الخيار وهي فيها ثمرة علانا لأنها تأذرة بالفعل وفعلا لأنه لو تأخرت أو تأخرت هذا النبات أو تأخرت هذه الثمرة في عملية الانتقال من الحقل إلى مكان التسويق النهائي بتسقط من على النبات يبقى هنا بنوضح أن النبات اللي عندي بيحمل ثلاث أنواع من الأزهار أزهار مذكرة وهذه الأزهار بتسقط فور تكونها الأزهار الخنسة وإن عقدت بتسقط أيضا ولا تكون ثمار زيادة قيمة اقتصادية أما الأزهار المؤنسة هي الأزهار التي يحدث لها العقد البكري وهي المسؤولة عن تكوين الثمور المحور اللي بعد كده اللي هنتكلم عليه نبات الخيار من ضمن نباتات الخضر التي يتم إكثارها عن طريق البذور يبقى هنا أنا لما أجي أزرع النبات هعرف أن نبات الخيار اللي عندي بيتم إكثاره عن طريق البذور طيب أنا بحتاج أد إيه لزراعة نبات الخيار بيتم زراعته داخل الصواني ولما أجي أزرع البذرة داخل الصواني بيحتاج عند الفدان 400 جرام من البذور وبلاحظ ان هذه الكمية بتزداد الى 600 جرام عند الزراعة في الارض مباشرة وهذه الكمية بتعطي تقريبا حوالي 10 تلاف شكل يبقى لو انا بتكلم على زراعة الانفاء كل فدان خيار مزروع تحت الانفاء لو انا حزرع البذرة داخل الصواني بحتاج لـ 400 جرام بذرة ولو هيتم زراعة في الارض مباشرة حلقة من الكمية التقاوي هتزداد شوية فبلاحظ ان الكمية التقاوي بتزداد من 400 الى 600 جرام بذرة بيكون عند الفدان تقريبا في حوالي 10 تلاف شكلة في فدان الانفاء طب هنا في سؤال ليه كمية التقاوي زادت في حالة الزراعة المباشرة عن في حالة الزراعة داخل الصواني في حالة الزراعة داخل الصواني انا بنقل شتلة من الصينية الى الارض مباشرة فحتى لو حصل في فقد في زراعة او في التقاوي اثناء عملية الزراعة انا بضمن ان انا زارع شتلة تم زراعتها داخل الصينية هذه الشتلة عبارة عن نبات مكتمل جزر وصاق وورقة بتم زراعتها على الابعاد المناسبة بكون ضامن ان نسبة النجاح اللي عندي بتكون نسبة نجاح مرتفعة وبالتالي انا لما بزرع بالبزرة مباشرة في الارض بيحتاج الى كمية تقاوي اكبر فبلاء ان المعدل بيزداد بحوالي 200 جرام بيبقى بتصل كمية التقاوي في حالة الزراعة في الانفاء الى 600 جرام من البزرة طيب لو انا حزرع داخل صوبة هل كمية التقاوي هتبقى نفس الكمية نشوف مع بعض الاول شكل بزرة الخيار قبل عملية الزراعة عشان الكلام ده برضو يكون واضح لحضراتكم لو بصينا لشكل البزرة هنا البزرة دي تم اجراء عملية تجزير لها او عملية بتسمى عملية التلسين وهذه العملية يفضل اجراءها في الحالتين سواء كنت حزرع داخل الصواني او في حالة الزراعة في الارض مباشرة عملية التلسين الفكرة منها ايه ان انا بوفر للنبات درجة منعينة من الرطوبة هذه الدرجة تساعد على خروج الجزور على النبات زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي معانا دي ادي شكل البزرة بتاعة نبات الخيار وواضح عندي الجزير بتاع النبات زي ما احنا شايفين الجزير هو الجزء الابيض الشفاف دوت ده عبارة عن الجزير اللي هي بداية تكوين جزر النبات ودي كمان النبات ده يمكن تكون دي شكلها اوضح شوية يبقى هنا بتخرج الجزير على النبات وهو ده بداية خروجه بعد كده عند زراعة هذه البزور اما داخل الصواني او في الانفاء بيستمر هذا الجزير في تكوين المجموع الجزري وتخرج الاوراق الفلاقية من هذه الاوراق لتكوين المجموع الخضري كمية التأول لازمة لزراعة الفدان في حالة الصوب بحتاج كل ميت متر مربع من مساحة الصوبة بيحتاج حوالي 250 جرام من البزور بيبقى كل ميت متر من مساحة الصوبة بيحتاج لها حوالي 250 جرام من البزور اي ان لو احنا لاحظنا عندي ان كل جرام فيه التسع الى عشر بزور بلاحظ عندي ايضا ان في العروات الحارة للصوب كل متر بيحتاج الى 200 جرام من البزور لو جينا نلاحظ هنا الفرق ما بين العروات البردة والعروات الحارة هلاحظ ان في العروات الحارة كمية البزور بتنخفض عن كمية البزور اللازمة لزراعة العروات البردة وهنا برضو سؤال ليه في العروات الحارة انا بحتاج كمية اقل من لو انا زارع في العروات الباردة احنا في بداية كلامنا على المحصول الخيار قلنا ان نبات الخيار من محاصيل الخضر الصيفية فبيحتاج الى درجة حرارة بتتراوح من 25 الى 30 درجة مئوية للانبات في حالة انخفاض درجات الحرارة بيفضل زيارة كمية التقاوي لان انخفاض درجة الحرارة بيؤثر على معدلات الانبات ويؤثر على جودة او كمية الشتلات التي تتحول من بزرق الى شتلة يعني بيحصل في بعض انواع الشتلات او في كمية من التقاوي لا تتحول او لا تنجح في تحولها من بزرق الى شتلة يبقى هنا مساحة مية متر مربع من الصوبة لو هزرع في العروة الباردة بحتاج لها حوالي 250 جرام من البزرق ولو عندي العروة اللي عندي زرحها فيه العروات الحارة فبلاحظ ان المية متر عندي بيحتاج الى 200 جرام من البزرق ان الجرام البزرق يديني من 9 الى 10 نباتات طيب في حالة الزراعة تحت الانفاء ايه اللي بيتم؟ في حالة الزراعة تحت الانفاء بتزرع البزور في الارض مباشرة في حالة الزراعة المبكرة في منتصف شهر نوفمبر وبيتستمر حتى شهر ديسمبر يعني العروات اللي بيتم زراعتها تحت الانفاء بيتم زراعتها في خلال شهر نوفمبر وتستمر عملية الزراعة حتى شهر ديسمبر طب هل الكلام ده بتم في الكلام ده لو في حالة الزراعة تحت الأنفاء لو أنا بزرع الشتلات في حالة الزراعة في الشتلات المنتجة في الصواني بيكون الزراعة من منتصف ديسمبر حتى منتصف يناير لأن دايما الفترة اللي بتقضيها البزرة داخل الصواني لإنتاج الشتلات بتكون تقريبا حوالي شهر يعني لإنتاج شتلات الخيار أو لإنتاج معظم شتلات الخضر تحت نظام الزراعة المحمية بيتم هناك إذا كان هناك صوب لإنتاج الشتلات خاصة بالمزرعة في حالة المزارع الكبيرة بيتم إنتاج الشتلات ذاتيا يعني أنا بيتم شراء البزرة وعندي الصوب المجهزة لإنتاج الشتلات بيتم زراعة البزرة داخل الصواني وتستمر عندي لمدة شهر بعد كده بيتم نقلها للأرض المستديمة في حالة شراء النباتات جاهزة بيتم زراعة الشتلات زي ما احنا وضحنا بيتم الزراعة من منتصف شهر نوفمبر حتى شهر ديسمبر طب في حالة الزراعة تحت الأنفاء في الأرض مباشرة أنا هزرع البزرة مباشرة يتم الزراعة زي بيتم الزراعة أنا الأرض اللي عندي بزرع أنفاء النفاء تقريبا بيكون عرضه حوالي متر هنا بيتم الزراعة على مسافة 50 سنط بين الجورة وعلى بعد 10 سنط من خرطوم الري الكلام ده يوديني فين؟ يوديني أن أنا عندي كل مصطبة من المصاطب اللي بيتم تغطيتها بالأنفاء بيكون عليها 2 من خرطيم الري دايما في نظام الزراعة المحمية بيتم وضع شبكة الري وتنفذها قبل تغطية الأنفاء يبقى أنا هنا عندي المصطبة اللي عندي بيتم تثبيت خرطيم الري بيتم وضع الشتلات على مسافة بين الشتلة والأخرى المسافة بين الشتلات 50 سنط وتكون المسافة أو بين الشتلة وبين خرطوم الري 10 سنط ليه الكلام ده؟ وجود المية داخل أو عند نظام الزراعة المحمية يفضل أن تصل المياه للنباتات بطريق النشع يعني لا تلامس نقطات جسم النبات مباشرة زي ما احنا وضحنا أن النباتات اللي عندي بيتكون أو في نسبة الرطوبة لما بترتفع بتؤدي لحدوث بعض المشاكل فأنا يفضل أننا أسيب مسافة ما بين النبات وخرطوم الري أو بين النقاط اللي بيتم عن طريق ري النبات مسافة 10 سنط دي حاجة الحاجة الثانية في نظام الزراعة المحمية بيتم عمل برامج التسميد وتم وضع العناصر الغذائية التي يتم تسميد النبات فيها داخل مياه الري هنا بسيب المسافة حتى لا تحدث سمية للجزور النباتات بالعناصر السمادية عند إضافتها للنبات يبقى هنا براعي أن عند الزراعة تحت الأنفاء المسافة بين الشتلة والتانية كام؟ فعلاً 50 سنط وبيكون المسافة بين الشتلة وبين خرطوم الري بتكون حوالي 10 سنط الحاجة اللي بعد كده اللي هنتكلم عنها ودي جزء مهم جداً في حالة زراعة البزرة يعني أنا هزرع هنا شتلة في حالة زراعة البزرة بيتم وضع من 1 إلى 2 بزرة ثم يتم خفها على نبات واحد يبقى في حالة زراعة الشتلة أنا بزرع شتلة واحدة في الجورة في حالة زراعة البزرة بيتم خف النباتات على أو بزراعة من 1 إلى 2 بزرة في كل جورة ثم يتم إعادة خف النباتات على نبات واحد في الجورة وده بيفصر أن احنا لما كنا بنستخدم كمية التقاوي في حالة الزراعة المباشرة وفي حالة العروات البردة كانت كمية التقاوي في حالة الزراعة تحت الأنفاء نفكر بعض عشان نشوف الناس المركزة معايا بالفعل كانت كمية التقاوي حوالي 600 جرام بزرع للفدان وفي حالة زراعة بالشتلات والجو الحرارة المعتدلة أو الحرارة المناسبة لدموع النبات كانت 400 جرام للفدان أستاذنا الكريم الأستاذ محمد أحمد متولي المعلم الخبير في مجال التعليم الفني الزراعي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فصلنا لبعض النقاط الهامة الخاصة بمواصفات أصناف الثوب والأنفاق وكيفية اختيار التقاوي وزراعة البذور عملية التهوية من الخطوات الهامة والحلالات التي ذكرتها في بداية حلقتنا وخصوصا لارتفاع الرطوبة داخل الأنفاء وداخل الصوب وأيضا نقاط أخرى سنتحدث عنها في الجزء الثاني من حلقتنا عملية التهوية بالفعل من ضمن المعاملات الفنية التي توقف عليها نجاح زراعة كل النباتات التي تتم زراعتها بنظام الزراعة المحمية عملية التهوية الغرض منها أننا بعمل تعديل لدرجة الرطوبة التي موجودة وبعمل كمان تعديل نسبة الغازات التي موجودة في الحيز التي موجود فيها النبات النبات بصفة عامة زيه زي أي كائن حي بيقوم بعملية التنفس يعني بيستهلك غاز الأكسجين وينطج غاز ساني أكسيد الكربون كعملية طبيعية ككائن حي ولكن بالموازاليها بيعمل عملية تانية اسمها عملية البناء الضوية أنا يهمني لنجاح عملية البناء الضوية توفر غاز ساني أكسيد الكربون ويهبني للنبات يحمل عملية التنفس أنه يكون متوفر عنصر الأكسجين فهنا لما أنا بعمل عملية التهوية بعمل على توازن الغازات داخل جو النفق أو داخل جو الصوبة مع الجو الخارجي دي حاجة الحاجة التانية وجود الغطاء البلاستيكي في حالة الأنفاء ووجود الأغطية اللي موجود من هيكل الصوبة بتؤدي لارتفاع نسبة الرطوبة فأول حاجة وأهم حاجة أنا برعيها عند إجراء عملية التهوية أو أول أهمية من أهميات عملية التهوية التخلص من الرطوبة الزائدة يبقى عندي فيه مجموعة من الحاجات أو مجموعة من الفوائد بتقود علي أو بتلزمني أن أنا أعمل عملية التهوية أول حاجة التخلص من الرطوبة الزائدة في جو النفق أو جو الصوبة الحاجة التانية تقليل فرصة انتشار الأمراض الفطرية طب ليه الكلام ده بيحصل تقليل فرصة الانتشار الإصابة بالأمراض الفطرية المترتبة عن ارتفاع نسبة الرطوبة فان لما بعمل تهوية بتخلص من الرطوبة الزايدة ولما بتخلص من الرطوبة الزايدة بقلل فرصة انتشار الإصابة بالأمراض الفطرية الحاجة التانية وده حاجة مهمة جدا بتسمح بدخول حشرة نحل العسل إلى داخل النفق أو تحت جو السوبة لإجراء عملية التلقية احنا امكان وضحنا ان النباتات اللي بتم زرعتها داخل السوب بيفضل ان تكون زات عقد بكري ولكن وجود الحشرات المنقحة بيساعد على زيادة كمية المحصول يبقى لو جينا نتكلم وده جزء مهم جدا وده موضع برضو بيكون موضع اسئلة ليه بعمل عملية التهوية عملية التهوية بتساعد عندي رقم واحد في التخلص من الرطوبة الزايدة رقم اتنين بتساعد على تقليل نسبة انتشار الإصابة بالأمراض الفطرية بتساعد على دخول الحشرات الملقحة طيب اعمل عملية التهوية ديت امتى هل بتم عملية التهوية في بداية حياة النبات بينصح بالتهوية ابتداء من تكوين اربع الى خمس اوراق على النبات يبقى هنا لو انا زارع داخل النفا بتم اجراء عملية التهوية بعد تمام عملية الانبات وتأكد من اجراء هذه العملية ان يكون النبات اللي عندي عليه من اربع الى خمس اوراق ايه اللي بيحصل ايه انا عندي النفاق اللي عندي نفاق ممتد بطول الحقل اللي موجود عندي بتم رفع الغطاء البلاستيكي المكون للنفاق باستخدام المشابك الخاصة في ثلاث او اربع مناطق على طول النفاق وحجم الفتحة بيقل او بيزداد على حسب مجموعة من العوامل اولا لو كل ما النبات يتقدم في العمر انا مفيش عندي مشكلة ان انا ممكن اكبر الفتحة اللي موجودة عندي تي حاجة الحاجة التانية اه جراء فتحة او عملية التهوية بفتحات حجمها صغيرة وكبيرة بتختلف على حسب درجة الحرارة اللي موجودة في المناخ الخارجي كلما درجات الحرارة تكون مائلة للاعتدال والارتفاع نسبيا فانا ممكن اعمل فتحات يكون حجمها اكبر شوية عشان تساعد على خروج ودخول الغازات بشكل افضل لو درجة الحرارة اللي عندي منخفضة يتم عمل الفتحات على مسافات اطول وحجم الفتحة بيكون حجم اقل يبقى بيتم اجراء عملية التهوية عند وصول او عند تكوين النبات ان يتكون عليك مورقة من 4 الى 5 اوراق حقيقية وبيتم ان عمل التهوية برفع البلاستيك المكون للنفع في 3 مناطق على طول النفع او قلنا ان الفتحات دي تحجمها بيقل او بيزيد على حسب اختلاف درجة الحرارة وعلى حسب عمر النبات طيب هنا سؤال هل يمكن رفع الاغطية البلاستيكية المكونة للانفاع نهائيا اه فعلا ممكن بيتم رفع الغطاء البلاستيكي نهائيا بس ده بيتم في حالة واحدة في حالة اولا ان درجة الحرارة اللي عندي لا تؤثر بالسلب على النبات يعني درجة الحرارة معادلة تقريبا من خارج النفع لداخل النفق وتجرى هذه العملية في حالة الرغبة في رش المبيدات على النبات يعني انا برفع الغطاء المكون للنفق في حالة الرغبة في رش المبيدات التي تستخدم لمكافحة الافات الحاجة التانية لو انا حرفع الغطاء كليا بيتم رفع الغطاء تدريجيا بمعنى ايه؟ يعني انا هنا في البداية بعمل فتحات للتهوية على طول النفق هذه الفتحات في البداية يكون حجمها صغير ثم يتم زيادة حجم هذه الفتحات ثم يزيد اكثر فاكثر الى ان يتم رفع الغطاء كاملا يبقى في اجراء عملية التهوية بلاحظ عندي اول حاجة رفع البلاستيك نهائيا في حالة الرش من المبيدات وفي حالة جمع المخصود الحاجة التانية بيتم رفع الغطاء تدريجيا ويتم رفع الغطاء في الايام الدافئة وهنا في ملحوظة مهمة جدا بيتم اعادة الغطاء قبل غروب الشمس تاب ليه الجزئية ديت مهمة عندي انا عندي فيه طبيعة ان درجة الحرارة بين فترات الليل وفترات النهار بلاحظ ان درجات الحرارة دائما في فصل في اي فصل من فصول السنة سواء كان فصول الشتاء او فصول الخريف او الربيع او فترة سقوط الامطار بلاحظ ان درجة الحرارة نهارا تكون اعلى من درجة الحرارة ليلا تاب هنا لو انا كشفت النفق اللي عندي في فترة النهار لابد ان قبل غروب الشمس بيتم اعادة تغطية النفق مرة اخرى ثم يعاد كشفه بعد تطاير الندى في صباح اليوم التالي يبقى يراعى في عملية التهوية للانفاق رفع الغطاء نهائيا في حالة الرش بالمبيدات وحالة جمع المخصول يتم رفع الغطاء تدريجيا في الايام الدافئة تعادل اغطية قبل غروب الشمس مباشرة العملية اللي بعد كده ودي عملية في غاية الاهمية عملية الري نبات الخيار من ضمن النباتات التي تحتاج الى معدلات من الري تعتبر معدلاتها عالية ويتأثر النبات تؤثر هذه العملية على الانتاج فعايزين نعرف امتى ازود معدل الري وامتى اقلل معدل الري للنبات يبقى لان عملية الري من ضمن العمليات الهامة لنموه النبات فبلاحظ عندي ان في فترات النبات اللي عندي فيها بيحتاج لكمية مياه كبيرة وفي فترات بيحتاج النبات لكمية مياه منخفضة لو جينا نشوف ما هي الفترات التي يحتاج فيها النبات الى كمية مياه بكمية اكبر الفترة اللي هي فترة تكوين الازهار وفترة تكوين السمار بلاحظ ان النبات اللي عندي بيحتاج لمعدلات من مياه الري اكبر من المعدلات اللي بتكون في بداية حياة النبات يبقى انا هنا براعي اجراء عمليات الري بشكل جيد امتى؟ بداية من فترة تكوين الازهار وفترة عقد وتكوين الثمار الحاجة التانية بتزداد حساسية النبات للري في الايام الحارة المشمسة عن الايام الباردة الغائمة ليه؟ بنقول في نظام الزراعة المحمية النبات اللي عندي بيكون نبات تام التغطية في حالة ارتفاع درجة الحرارة في الجو الخارجي بتساعد على معدل البخر بيكون بمعدل اعلى ودرجة الحرارة داخل النفأ وداخل البيت المحمي بتكون اعلى من مسلتها في درجة الحرارة في الخارج فيفضل زيادة معدل مياه الري في الايام الدافئة وبداية من فترة تكوين الازهار وفترة تكوين الثمار لو جينا نشوف هل يتأثر محلول الخيار بنسبة الملوحة اللي موجودة في مياه الري يعني هل نبات الخيار من النباتات التي تتأثر بالملوحة في مياه الري بلاحظ فعلا ان نبات الخيار من النباتات التي تتأثر بنسبة الملوحة زي ما هنشوف نبات الخيار بصفة عامة بيتحمل ملوحة مياه الري حتى درجة 2.4 ميلي موس طب لو ارتفعت هذه الدرجة درجة الملوحة في مياه الري عن 2.4 ملي موز بلاحظ ان كل ارتفاع مقدار 1% بيغنخفض المحصول اللي عندي بمقدار 13% ولو زادت النسبة الى 6 ملي موز فبلاحظ ان بيقل محصول الخيار بمعدل 50% يعني هنا اذا اهملت في نسبة الملوحة للمياه المستخدمة في مياه الري ستؤدي الى فقد في كمية المحصول قد تصل الى 50% من جملة الناتج اللي عندي في حالة وصول نسبة الملوحة في مياه الري الى درجة 6 ملي موز يبقى هنا انا براعي ان نسبة الاملاح في المياه اللي عندي النبات الخيار بيتحمل حتى 2.4 ملي موز ولكن كل زيادة مقدارها 1% عن الـ 2.4 تؤدي الانخفاض كمية المحصول بمعدل بيصل الى حوالي 13% مقابل كل ارتفاع في نسبة الملوحة 1% وتصل في النهاية ان لو كانت نسبة الملوحة 6 ملي موز بيخفض محصول الخيار الى معدل حوالي 50% يعني معناها خسارة كبيرة في المحصول وبالتالي يجب علي هنا ان انا اعمل كده ايه ان نبات الخيار من ضمن النباتات الحساسة للملوحة في مياه الري حتى وان كان يتحمل الى درجة ملوحة تصل الى 2.4 ملي موز يبقى عملية الري من العمليات الهمة براعي ان انا اهتم بعملية الري خلال الفترة بداية من التزهير وتكوين الثمار وبراعي ان عملية الري تكون باهتم بها ايضا في حالة ارتفاع درجات الحرارة وبلاحظ ان مياه الري لا يزيد نسبة الملوحة فيها عن 2.4 ملي موز العنصر اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها عملية التسميد نشوف مع بعض برنامج التسميد المعدل الصوب بلاحظ ان النمو الخضري بيكون في معدلة ثمدية بيتم استخدامها 4 الى 1 الى 3 الى 3 في حالة النمو الذهري والثمري بيكون معدل النيتروجين بينخفض من 4 الى 3 الى 1 الى 1 وده النسبة بتكون نسبة خاصة بالعناصر الثمدية المكونة اللي بسموها NBK اللي هي نسبة النيتروجين والفوسفات والبوتاسيام والمغنيسيام المستخدمة في التسميد فبلاحظ النمو الخضري المعدل بيكون نسبة النيتروجين اعلى من المعدل في حالة النمو الزهري والثمري فبلاحظ ان هي بتنخفض من 4 الى 3 طيب الكلام ده تحت الانفاق بيكون نفس المعدل بلاحظ ان في تحت الانفاق بحتاج الى 120 كيلو من النيتروجين و30 كيلو جرام من 5 اكسيد الفوسفور و25 كيلو جرام من اكسيد البوتاسيام في حالة بيتم التقسيم على التسميد اثناء اعداد الارض للزراعة بلاحظ عندي 22 كيلو جرام نيتروجين 30 كيلو جرام 5 اكسيد فوسفور و25 كيلو جرام من اكسيد البوتاسيام بلاحظ بعد كده في الفترة التانية اثناء النمو الخضري يعني بتكون بعد حوالي 40 يوم من الزراعة بلاحظ ان الكمية السماد 40 كيلو جرام من النيتروجين و10 كيلو جرام من 5 اكسيد الفوسفور و30 كيلو جرام من اكسيد البوتاسيام و3 كيلو جرام من الماغنسيام وبلاحظ ان كمية الماغنسيوم بيتم اضافتها في حالة عقد الثمار لان هي بتزود عندي المعدل في حالة الفترة الثالثة اثناء عقد الثمار بعد 60 يوم من الزراعة بلاحظ ان كميات التسميد في 60 كيلو جرام نيتروجين 20 كيلو جرام خامس اكسيد الفسفور 60 كيلو جرام من اكسيد البوتاسيوم 6 كيلو جرام من الماغنسيوم بلاحظ هنا في حاجة مهمة جدا لازم انوه له احنا بنقول المعدلات التسميد بلاحظ ان المعدلات دي كبيرة شوية في حالة الزراعة المحمية لان الاصناف اللي عندي اصناف غزيرة النمو وبيحتاج لتكوين الاوراق على النبات وكمية المخصول المرتفع بيحتاج الى معدلات سمادية عالية بيتم اضافتها دايما في مياه الرأي على فترات مختلفة في عملية مهمة جدا بيتم اجراءها في نباتات الزراعة المحمية وهي عملية التربيط وعملية التربية عملية التربيط وعملية التهوية عملية من ضمن العمليات الفنية المهمة جدا اللي تحكم ايضا على جورة المخصول يعني ايه تربيط ويعني ايه تربية عملية التربيط انا عندي نبات بينمو نموها رأسيا فأنا محتاج أحط للنبات ده دعامة يتسلق عليها اللي هي تسمى عملية التربية بتتعمل إمتى؟ بيتم عمل هذه العملية بعد خروج أربع إلى خمس أوراق حقيقية من النبات طب الكلام ده بيتم إزاي؟ بيتم ربط كل نبات بواسطة خيط أسفل الورقة الأولى في قاعدة الساق يعني هنا النبات اللي عندي بيتم ربط خيط في أسفل الورقة الأولى في المنطقة اللي موجودة في قاعدة النبات وبيتم ربط هذا الخيط في سلك حامل المحصول يبقى أول عملية عندي بيكون بعد خروج أربع إلى خمس أوراق حقيقية على النبات بيتم ربط كل نبات بواسطة خيط في أسفل النبات وبيتم ربط هذا الخيط في سلك حامل المحصول ويتم توجيه النبات لأعلى ويربط بسلك حامل المحصول ممكن يتم ربط هذا الخيط أسفل النبات مباشرة بعقدة من نفس الخيط أو باستخدام مشابك خاصة ده بالنسبة لعملية التربية عملية التربية ودي من ضمن العمليات المهمة جدا نشوف الصورة اللي معانا عشان نوضح فيها عملية التربية بتتم إزاي في حالة الزراع الخريفي المبكر نشوف مع بعض شوفوا هنا شكل النبات زي أثناء عملية التجهيز داخل الصوبة بلاحظ هنا أن بيتم إزالة جميع الأزهار والأفرع الجانبية على العقد الست الأولى في خلال التسعين سنت يعني لو جينا نبص أدو عقدة 2, 3, 4, 5, 6 اللي هي المنطقة القاعدية دي دي بيتم إزالة كل الأزهار اللي بتنمو على النبات وكذلك الأفرع التي تنمو في أباط الورقة يعني أنا بسيب الورقة بس وفي أبط كل ورقة بينمو فرع بيتم إزالته يعني في الجزء القاعدي في خلال التسعين سنتي الأولى في مسافة الست عقد الأولى في مسافة التسعين سنتي بيتم إزالة البراعم الجانبية اللي موجودة في أباط الأوراق سواء كانت براعم خضرية أو براعم زهرية ليه؟ عشان أسمح بتكوين مجموعة خضرية قوي يتحمل عملية الإنتاج أو الإثمار الغزير اللي هتتم بعد كده يبقى أول خطوة براعيها في حالة الزراع الخريفي أن في أول تسعين سنتي على أول ست عقد من النبات بيتم إزالة البراعم الإبطية اللي موجودة في أباط الأوراق سواء كانت براعم خضرية أو براعم زهرية الحالة اللي بعد كده الخطوة التانية وده خطوة مهمة جدا بيتم ترك ثمرة واحدة في إبط الورقة مع إزالة الأفرع الجانبية في ست عقد التالي هنا سؤال مهم واحد يقول لها مستر تابنت بتقول لي إزاي أنا بسيب ثمرة واحدة وجاتت منين ما أنا عندي لما جينا تكلمنا على الإظهار قلنا أن كل إبط ورقة بيخرج فيها من اتنين إلى أربع أظهار أنا هل حسيب الأربع أظهار موجودين في إبط الورقة لا أنا بأسيب في إبط كل ورقة بعد ست عقد الأولى زهرة واحدة فقط ويتم إزالة باقي البراعم الزهرية ويتم أيضا إزالة الأوراق الخضرية فبيصبح شكل النبات زي ما احنا شايفين في الصورة اللي معانا كده إن دي ثمرة للنبات في إبط الورقة الأولى وثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى الورقة السادسة يبقى أن هنا عندي أول ست عقد كانت أوراق فقط بدون براعم خضرية أو براعم زهرية الست أوراق اللي بعد كده في الجزء اللي بعد كده بيكون عليهم ست ثمار يعني بعد ما توصل عملية التربية بلاحظ أن هناك ست ثمار موجودين على النبات في الست عقد التالية حتى ما قبل سلك حامر المحصول بحوالي خمسين سنطي تب بعد الخمسين سنطي دية أو عند هذه المرحلة بيتم عمل إيه تقلم الأفرع الجانبية في أباط الأوراق عند تكون ورقة حقيقية كاملة حاجة بعد كده بعد يبقى احنا كده كان عندنا ستة أوراق قاعدية لا يوجد فيها لا براعم زهرية ولا براعم ثمارية بعد كده الست أوراق اللي بعد كده سبت في كل إبط ورقة برعم زهري واحد بيكون ثمارة مع إزالة الأوراق الخضرية أو البرعم الخضرية في الجزء اللي بعد كده بيتم تقليم الأفرع الجانبية في أباط الأوراق عند تكون الورقة الحقيقية الأولى ومعها زهرة مؤنثة ثم ثم ثمرة بمعنى إيه؟ إن كده عندنا ستة عقد قاعدية وبعدين ستة عقد بعد كده اللي هي في بعد كده الفترة اللي من خمسين سنط أسفل سلك حامل المحصول بيتم ترك نموه خضري وعند إبط أول ورقة بيتكون أيضا ثمرة يبقى عند ستة عقد اللي هي بعد ستة وستة يبقى بداية من العقدة رقم 13 كل عقدة عندي حيبقى فيها كم ثمرة اللي مركز معايا حيبقى فعلا فيها ثمرتين ثمرة في البرعم الأولاني اللي موجود في إبط الورقة ثم الثمرة اللي موجودة في البرعم الخضري في بداية التكوين اللي بعد كده يبقى هنا في حالة الزراع الخريفي طب أنا هنا الجزء القاعدي بعد جمع المحصول حينعمل في إيه؟ بيتم الترديم على 2 إلى 3 عقد من الساق لتشجيع الجزور الجانبية التي تساعد على الامتصاص معنى الكلام ده إيه؟ معنى أنه كلما يستطيل النبات بيتم فك السلك الحامل المحصول وخفض النبات تدريجيا وجزء الموجود الجزء القاعدي القريب من سطح الطربة بيتم دفنه في الأرض لتشجيع أو زيارة معدل النمو الجزري عشان يعادل كمية المحصول المرتفعة للنبات لو جينا نعمل بمعادلة بسيطة كده عايزين نعرف النبات الخيار اللي عندي ده كده شال قد إيه محصول عندي أول 6 عقد كانوا خاليين تماما من المحصول الست عقد اللي بعد كده يبقى فيهم 6 ثمار الست عقد اللي بعدهم هيكون فيهم 12 ثمرة يعني لحد كده نوصلنا أن معدل النمو والنبات بيكون عندي كده في 18 ثمرة موجودين على النبات حتى هذه المرحلة بعد ما يصل النمو عندي إلى سلك حامل المحصول بيتم تربيط فرعين جانبيين ويتم خفض هذه الأفرع الجانبية حتى تصل إلى بيكون عليها حوالي 6 ثمار أيضا في قبط كل ورقة يعني كان عندي 6 و 12 و 12 يبقى عندي 12 و 12 و 24 و 6 يعني بيحمل النبات تقريبا حوالي 30 ثمرة من ثمار الخيار في حالة الزراعة الخريفي كأحد طرق التربية اللي موجودة يبقى هنا بعد كده بيتم قصف القمة النامية ما احنا قلنا للساقة الرئيسية ويرد ترك 2 فرع لتنمو إلى أسفل نبص الرسمة دي بتبين معايا شكل النبات في الصورة النهائية لتكوين الهيكل بتاع هنقول بقى هي نبات عشبي ولكن هي فيما يشبه الشجرة لأن أنا برب النبات لأحصل منه على المحصول العالي اللي بيوازي عندي تكلفة الانتاج المرتفعة بعد كده في حالة الزراعة المتأخرة هتختلف عملية التربية بشكل مختلف شوي في حالة الزراعة المتأخرة بيتم إزالة جميع الأزهار والأفرع الجانبية على العقد الستة الأولى في خلال من 50 إلى 60 سنتي فبلحظ هنا أن كانت هناك 90 سنتي إنما هنا نفس الست عقد 60 سنتي حد يكون مركز معايا يقول لي تاب ليه هنا المسافة في حالة الزراعات المتأخرة العقد والسلميات اللي عندي الرابط من بعضها يعني المسافة بين الأوراق بتكون أقل شوية فبلحظ عندي أن المسافة عندي بتقصر من 90 إلى 60 سنتي الخطوة اللي بعد كده بيتم إزالة الأوراق أيضا في تزال النموات الجانبية عندها 60 سنتي في أباط الأوراق ثم تترك ثمرة واحدة في إبط كل ورقة ودي مشابه لما تم في الزراعة المبكرة في حالة الزراعة المتأخرة اللي بيحصل بعد كده في حالة 60 سنتي في زراعة المبكرة كنا بنسيب في إبط كل ورقة ثمرة وبرعم خضري يكون ثمرة هنا حنسيب في حالة الزراعة المتأخرة زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي عندي في 60 سنتي تالية حتى تصل النبات لقرب سلك حامل محصول تترك الثمرة المتكونة في إبط الورقة بالإضافة إلى ثمرتين على الفرع الجانبي مع ورقتين حقيقيتين يعني هنا بسيب البرعم الزهري في إبط الورقة يكون ثمرة والبرعم الخضري أسيب ويكون ورقتين حقيقيتين في كل إبط ورقة ثمرتين يعني هنا أيضا براعي في عملية التربية إن بيتم إزالة جزء من نموه الخضري وإزالة الثمار أنا ما بسيبش الثلاث ثمار في من ظهرة واحدة من إبط الورقة لأ ده أنا بسيب البرعم الزهري اللي موجود كأساسي في الورقة الأولى وبعدين بسيب الساقين وبسيب عليه ورقتين كل واحدة في جهة وتترك على كل ورقة ثمرة من ثمار النبات بعد كده بيتم عندي قصف القمة النمية للفروع الجانبية وبعد كده بيتم إزالة جميع الأزهار والأفرع الجانبية على الست عقد الأولى من خمسين إلى ستين سنطي في النهاية بتترك ثمرة واحدة في إبط الورقة مع إزالة الأفرع الجانبية حتى خمسين سنطي أسفل سلك حامل المخصول بعد كده بتقلم الأفرع الجانبية الموجودة في أباط الأوراق بعد تكوين ورقة حقيقية كاملة ومعها ظهرة مؤنثة بلاحظ بعد كده أن تردم أيضا على 2 إلى 3 عقد تحت القمة النمية بلاحظ فيه حاجة مهمة جدا يجب مراعتها بعد جمع المخصول عند بداية الجمع بيتم التخلص من جميع الأوراق القاعدية اللي موجودة على النبات في الجزء السفلي لسببين أولا عندي هذه الورقة أصبحت أوراق كبيرة السن وتبقى عرضة للإصابة بالأمراض والأفات فأنا محتاج أعمل تهوية للنبات النبات بدأ يزيد عندي في الحجم بدأ النمو بتاعي بأن نمو كسيف محتاج أعمل عملية التعاية بشكل جيد فبيتم التخلص من الأوراق القاعدية معنا صورة بتبين شكل النبات الخيار بعد إجراء عملية التربية بنشوف هنا أدي السمار شكل السمرة باين معايا والأوراق بكامل نموها أوراق جيدة بيفضل إجراء عملية تسمى عملية تحسين العقد عملية تحسين العقد بيتم من خلال توفير خلايا نحل بمعدل واحد إلى اتنين خلية نحل للفدان للأنفاء وداخل الصواب ما بحتاجش هذه العملية لأنه قولنا الأصناف اللي بيتم زرعتها داخل الصواب أصناف ذات عقد بكري بالنسبة للنطج والحصاد بيبدأ الجمع بعد شهر ونص من زراعة الشتلات أو بعد شهرين من زراعة البزرة بيتم جمع الثمار في مرحلة النمو الأخضر يعني اللي تترك حتى تمام النطج بيتم الجمع مرة كل اتنين إلى أربع تيام زي ما احنا قلنا في حالة غزارة الجمع بيتم الجمع يوم بعد يوم بلاحظ أن الفدان اللي عندي بيعطي فدان كمية محصول حوالي من 10 إلى 12 طن في الصواب بيتصل في حالة الزراعة في الأنفاق من 10 إلى 15 طن يبقى لو لحنا لاحظنا أن كمية المحصول الناتجة اللي عندي كمية كاد تكون مرتفعة جداً بتصل إلى 10 إلى 12 طن في حالة الصواب من 10 إلى 15 طن في حالة الزراعة داخل الأنفاق آخر المحور هنتكلم فيه مع بعض إن شاء الله تشوهات الثمار بلاحظ هنا عندي شكل للثمار المتشوهة ودي بتكون سببها عدم نجاح عملية التلقيح بشكل جيد في عندي الثمار الكمسرية كأحد أنواع الثمار ودي هذه لا تكون مرغوبة كصفة تسويقية جيدة كده إحنا وصلنا لآخر جزئية خاصة بالتشوهات الثمار كانت آخر جزء معنا في محصول الخيار أستاذنا الكريم الأستاذ محمد أحمد متولي أستاذ مادة المحاصيل في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن الزراعي أنا بشكر حضرتك على هذا العرض الشايق والمفصل لمحصول الخيار والتعاملات الزراعية معاه على وعد بلقاءات قادمة بإذن الله شكرا كيفا شكرا لحضرتك ودعواتنا لأولادنا بالتوفيق إن شاء الله يا رب يوفقهم جميعا بما يجئتنا إن شاء الله